تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا من وزارة الثقافة حول المخرجات الصادرة عن لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني وخطة وزارة الثقافة لتفعيلها في ضوء التكليف بالبدء في تنفيذ التوصيات الصادرة عن المرحلة الأولى من الحوار الوطني هذا وتضمن التقرير والأهداف الرئيسية للجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني وعدد من المقترحات الصادرة عن خبراء اللجنة في هذا الشأن وتضمن الوضع الحالي لوزارة الثقافة وخطتها المستقبلية لتفعيل مخرجات اللجنة وأهدافها ومن بينها تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية في دعم الهوية الوطنية